ده كان طبعاً لوتا ماتيوس وقال دي كان متفائل بمنتخب بلاد وفي النسخة القادمة من كاس العالم لكن عندنا كمان أخبار الصحف العالمية قالت ايه مع المحترف يلا بنبدأ حلقتنا مع الأخبار الصحف وعنوين الصحف والمواقع العالمية يا طرق قالت ايه هنشوف أول حاجة سبورت طبعاً هنبدأ جولتنا في سبورت الأسبانية اللي ركزت على أخبار برشلونة وكتبت يعني برنالدو سيلفا قال نعم لبرشلونة وجافي سيجدد التعاقد مع برشلونة حتى عشرين ستة وعشرين بعد العودة من العطلة منذ دي بيرتيفو الأسبانية كمان ركزت على برشلونة من أجل لضم اللاعب البولندي روبرتو ليفندوسكي وكتبت اتفاق مع ليفا وعرض بما يقدر بـ 40 مليون يورو طبعاً نروح لصن الإنجليزية تحديداً هذه الجريدة اللي اهتمت بشكل كبير جداً جداً مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورغبته رغبة رونالدو في الرحيل وكتبت هذه الجريدة الصحيفة صحيفة سن رونالدو ومشستر يونايتد في محادثات في أزمة طبعاً على مستوى رونالدو ويمكن كريستيانو رونالدو طلب من إدارة المان يونايتد في حال وجود عرض مناسب سيرحل عن ألمان يونايتد طيب نتير لفرنسا وجريدة الكيب الفرنسية يعني الكيب تحدثت عن فاريس سان جرمان والموقف من مدربه القادم وكتبت جالتي يقسم مشجيع فاريس سان جرمان في إشارة طبعاً لحالة الانقسام لجماهير زي ما بقول لحضراتكم جماهير البي اس جي بعضها مش مقتنع بتاريخ هذا المدرب الجديد لفريقه هنشوف الأيام اللي جاية هل هيزبط عكس كده ولا لا نروح سريعاً لكوريد الاسبورت الإيطالية كوريد الاسبورت الإيطالية ركزت على طبعاً انتقالات اليوفينتس وتأثير صفقة الفرنسي بول بوكبا كمان اهتمت بسوء الانتقالات على مستوى روما وموقف المدرب جوزي مورينيو كاتبت مورينيو يغلق فمه سيتحدث فقط يوم 13 أغسطس لسه في إيطاليا مع توت سبورت الإيطالية يعني ركزت كمان على سوء انتقالات اليوفينتس وكاتبت ماكسيميليو طبعاً أليجري بول بوكبا وديمارية ضربات أخرى طبعاً على مستوى اليوفينتس والتدعيمات القوية جداً جداً على مستوى اليوفينتس اللي زي ما بقول لحضراتكم عنده مجموعة من اللعيبة المميزة وكمان ضم يعني نجوم كبارة على مستوى الفني وعلى مستوى الأداء أعتقد اليوفينتس بيحضر أوراقه بشكل كبير جداً للفوز بالبطولة السريعة العام القادم هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل نستقبل نجمنا النقد الرياضي إهاب الجنيدي في المحترفة اشتركوا في القناة